خطة عمل لتفادي اندلاع الحرائق في الأراضي الزراعية داخل الغابات الحرجية أطلقتها مديرية قضاء بيرين بعد تكرار هذه الحوادث كل عام إما بسبب إهمال المتنزهين أو بسبب بعض المزارعين الذين يشعلون النيران في الأعشاب الجافة ما يتسبب بأضرار مادية كبيرة في الأشجار والمحاصيل الزراعية هذه الأحراش الممتدة على مساحات واسعة من قضاء بيرين في الزرقاء مهددة من سلوكيات خاطئة للمتنزهين أثناء رحلاتهم إضافة إلى لجوء بعض المزارعين إلى حرق الأعشاب الجافة في أراضيهم ما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان السيطرة على النار وامتدادها للأشجار الحرجية موقعة خسائر كبيرة تم وضع خطة لاستباقية ولتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية على ضوء اجتماع تم عقده للجهات المعنية وكان من ضمن هذه الخطة حراثة الأراضي داخل المناطق الحرجية وعمل خطوط عزل وخطوط نار وتم تشكيل فريق من مندوبين من الدفاع المدني ومن البلدية والمركز الزراعي للقيام بالتواصل مع أصحاب الأراضي المملوكة التي يتواجد بها أعشاب جافة والطلب منهم على ضرورة حرث أراضيهم هذه السنة كان هناك مؤشر واضح حيث العام الماضي 2020 كان عدد الحرائق 221 حريق وفي عام 2021 منذ بداية العام كان 39 حريق فقط برامج إرشادية ومبادرات متنوعة للمزارعين والمتنزهين من خلال الطوافين وجهات تطوعية بهدف التوعية وإرشاد المتنزهين إلى السلوكيات الصحيحة سواء أثناء عملية الطهي أو الشواء قمنا بتنفيذ حملة لرفع مستوى الوعي البيئي وحماية الغابات وتلاحظوا أن تتمثل هذه الحملة بتثبيت عدد من اللوحات الإرشادية على جوانب الطرق وتحديدا في مناطق الغابات بالإضافة إلى تعليق مجموعة من اليافطات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ومحاربة السلوكيات التي تلحق الضرر بمواردنا الطبيعية وبغاباتنا مشكلة حرائق الأعشاب الجافة والأشجار والمزرعات تبرز بشكل كبير خلال فصل الصيف وتحتاج لتعاون المزارع والمتنزه والجهات المختصة لضمان عدم تكرارها فيما يوضح القانون بأن أي شخص تثبت إدانته بحريق في الغابات الحرجية بشكل مقصود سيتم إداعه للقضاء محمد أبو علوان رؤية اشتركوا في القناة